موسيقى موجز الاخبار من المحور اهلا بكم اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوذي حرص الدولة المصرية على التوسع في انشاء ملاكز ابداع مصر الرقمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعرب رئيس الوزراء في مؤتبرا صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة حياة كريمة باسوان عن سعادته بمقابلة شباب مصري يتدرب على وظائف جديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يحدث لهم طفرة كبيرة جدا فيما يخص الحصول على وظائف شديدة التميز بشركات عالمية ويكون العائد المدي للشباب المصرية من هذه الوظائف مرتفعا جدا بالمقارنة بالوظائف التقليدية الدولة المصرية النهاردة حتى خطة واضحة جدا لغاية عشرين تلاتين ان يبقى على عشرين تلاتين يبقى تنين واربعين في المية من الطاقة المنتجة في مصر في صورة طاقة جديدة ومتجددة كان احد هذه المشروعات اللي عديني عليها النهاردة شركة دولية غير مصرية هي اللي بتعمل هذه الاستثمارات بتقترب من مية وتمانين مليون دولار حتنتج متين ميجا ان شاء الله في شهر ابريل القادم حيبدأوا يخرجوا للانتاج وبالتالي كل ما بننتج هذه النوعية من المشروعات مشروعات الطاقة الجديدة ومتجددة كل ما بنقلل اعتمادنا على الغاز وعلى المزوت وعلى الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة وكل ما يدينا فرصة ان احنا نوفر الوقود الاحفوري عشان نقدر نصدره ونجيب عملة صعبة دخلنا على الحقيقة على قرية فارس وكنت حريص على زيارة عدد كبير من المشروعات اللي موجودة في قرية فارس ووقفنا مع المواطنين واستمعنا الى بعض الافكار الخاصة بالمشروعات اللي بتتعمل هناك ويمكن انا يعني بنتهز الفرصة ان احنا اشكر كل الشباب الجميل المتطوع في مبادرة حياة كريمة في كل قرية النهاردة في كل حطة في مصر بنلاقي يعني مئات من المتطوعين في القرية نفسها من شباب القرية بيشتغلوا بدون مقابل علشان يحققوا النجاح في هذا المشروع الكبير وشوفنا يمكن زورنا العديد من المشروعات في هذه القرية انتقلنا بعد كده يمكن لموقف غرب كومومبو وده موقف اقليمي مهم جدا عشان المواقف العشوائية اللي موجودة جوه مدينة كومومبو تتنقل في هذا الموقف الاقليمي للأوتوبيسات والميكروبسات والعربيات والأجرة عشان يبقى بنخفف الضغط عن داخل المدينة ويبقى هذا الموقف يخدم كل المنطقة المحيطة يمكن هنا اخيرا مكان اللي انا كنت حريص ان انا قاب فيه ونكلم منه هو المركز الحقيقة الجديد اللي بيتعمل لشتلات زراعة القصب وهنا يمكن عايز اقول حاجة مهمة جدا معالي وزير الزراعة الحية كان عرضها على فخامة رئيس من قبل ان احنا نبدأ ازاي نعمل طفرة نوعية في زراعة وانتاج قصب السكر قصب السكر احد اهم المحاصيل الاستراتيجية وحيظل احد اهم المحاصيل الاستراتيجية اللي مصر بتعتمد عليها في انتاج السكر مشكلتنا دايما ان احنا كنا بنزرع بطريقة تقليدية اللي هي الزراعة بالغمر القصب بيقعد في الارض لغاية خمس سنين من غير ما بيحصل ليه تغيير في الشتلات ولا اي كلام من الحاجات دي فالنتيجة اللي مع مرور الوقت الانتاجية بتاعت الفدام بتقل وممكن يحصل ان يعني العديد من العقل يعني زي ما بنقول بتموت او بتفسد ما بينفعش الفلاح يقدر ان هو يغيرها فكانت الفكرة يمكن اللي احنا طرحناها ومعالي وزير الزراعة تبناها ومعانا هيئة تنمية الصعيد وهو عمل هذه المراكز المركز دا زي ما حضراتكم شفته احنا بنطلع الشتلات اللي تقدر وتمكن الفلاح ان هو يزرعها بطريقة حديثة الاهم انها بتاخد مية اقل كتير جدا في عملية الزراعة والانتاجية ولكن الاهم ان المحصول تقريبا بيتضعف ودي شيء مهم جدا يعني اذا كان الفلاح النهاردة بيطلع متوسط 30-35 طن من الفدان بالطريقة التقليدية احنا ممكن نصل الى 60-70 طن في الفدان الواحد للفلاح من خلال هذه الالية والنموذج الجديد اللي احنا بنشوفه اللي بتتحط العقل في الارض بالفدان بطريقة معينة بيحصل راي بكميات مية قليلة جدا وبيبقى عنده الفرصة ان لو حتى عقلة او شتلة ماتت يقدر ان هو يستأبدلها من غير ما يبقى يستنى لغاية لما الموسم ويحش القصب كله علشان يبدأ يفكر في التغيير الموضوع دا ان شاء الله احنا عندنا هذا المركز في كومومبو وعندنا مركز اخر 10 اضعاف هذا المركز في وادي السعيدة علشان ننتج بيه الشتلات الكافية لزراعة ان شاء الله والتوسع في الزراعة الحديثة لاصب السكر اكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فاهمي حرص القيادة السياسية على اعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية ما الهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عملها من مباشرة القضايا التي نظرتها عقب صدور دستور 2014 لازدار الاحكام والقرارات التي تضمن تلك الغاية جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم خلال المؤتمر الصحفي بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من احكام دستور 2014 والتي تتزامن مع مرور عشر سنوات على دستور 2014 بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار علاء فؤاد وزير شئول المجال السنيابية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورؤساء الهيئات والجهات القضائية وعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغ الدستور 2014 وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامهم مع الحرص على الحقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة موضحا أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلة للدولة والمواطنين أستهل كلمتي إليكم بأن أذكر نفسي وإياكم بأنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفى بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 أحد هذه الأيام وإنه لا يعزب عن نظر أن الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي فاستظل بأحكامه وتمسك بموادئه فصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضائها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين نصوص الدستور لتحقق بذلك وحدة أضوية متماسكة بين أحكامه فحقوق وحريات المواطنين تلتأم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقاوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته السلاس والقوات المسلحة والسرطة والمجال السرية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وباشر اقتصاصاتها التي كفى لها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون وعطفا على ما تقدم فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثاً موثقاً عن تفعيل وإنفاز وأحكام وقرارات هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوسيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوماً تطويراً وتعديلاً يتوافق مع اعتبارها وسيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلة للدولة والمواطن معها ناقش وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية مملكة النرويج بشكل تفصيلية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والتحركات الهدفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقاهم من نظيره النرويجية وأكد الوزيران مواصلة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة وكذلك حشد الدعم الدولي اللازم من أجل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينية بشكل كامل ومستدام كما شدد وزير الخارجية على اتزام مصر الراسخة ومنذ بدء الأزمة بمواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية ومع الأطراف الدولية المهمة لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام عملية دخول المساعدات كما أجرى وزير الخارجية سمح شكر اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الكويت دولة عبدالله علي إليحية لتهنئته بالتولي المنصب حديثا وأكد وزير الخارجية عمق وخصوصية العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين والتطلع لمواصلة العمل المشترك للدفع بأوجه العلاقات السنائية لأفاق أرحب وأوسع ولتعزيز مصار العمل العربي المشترك بما يغدم مصالح شعوب المنطقة العربية من جانبه عرب وزير الخارجية الكويتي عن خالص شكره وتقديره وزير الخارجية سمح شكري على اللفتة الطيبة مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة الكويت والحرص على استمرار التنسيق والتشاور السنائية لتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وكذلك إزاء القضايا العربية والإخليمية والدولية محل اهتمام البلدين يخوض منتخب مصر اليوم ميرانه الأساسية استعدادا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر المقرر لها لاثنين المقبلة بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ويسعى منتخب مصر بخيادة البرتغال روي بيتوريا لتحقيق الفوز لضمان التأهل للدور المقبلة